بلهجة حادة وقوية حثت الصين الولايات المتحدة على وقف التدخل في قضية بحر الصين الجنوبي والتوقف عن زرع الارتباك والخلاف وتأجيج النيران معتبرة ذلك تقويضاً للسلام والاستقرار الإقليميين المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان أكد أن واشنطن كانت تدعم تسليم الفلبين لوازم البناء إلى السفينة الحربية الراسية بشكل غير قانوني على رنآي جياو وسبق أن هددت الولايات المتحدة الصين مراراً بالاتفاقية المشتركة مع الفلبين تلك الاتفاقية التي دفعت بكين ببطلانها ووصفتها بأنها غير قانونية دافعة بأن تلك التحركات الأمريكية تتعارض مع الالتزام العلني للولايات المتحدة بعدم اتخاذ موقف بشأن قضية السيادة على الجزر في بحر الصين الجنوبية ما يؤدي بدوره إلى تقويض السلام والاستقرار بشكل خطير في بحر الصين الجنوبي وتصعيد التوترات في المنطقة وزارة الدفاع الصينية دعت أيضاً في بيان لها دول المنطقة أن تبقى في حالة تأهب قصوى للعمل مع الصين على دعم السلام والاستقرار بشكل مشترك في بحر الصين الجنوبي وأكد البيان عزم الجيش الصيني حماية السيادة الوطنية والحقوق والمصالح البحرية في بحر الصين الجنوبي تحركات الجانب الفلبيني وصفها وو بأنها تنتهك سيادة الصين وتنتهك أعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي مبرراً ردود خفر السواحل الصينية ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام فإن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قال مؤخراً إن قرار التحكيم بشأن بحر الصين الجنوبي ملزم لجميع الأطراف وإن معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين تمتد إلى السفن العامة والطائرات والقوات المسلحة الفلبينية بما في ذلك ساحلها والحرس في بحر الصين الجنوبي الذي ربما يشهد مزيداً من التصعيد الأمريكي المدفوع بأيد فلبينية لاستفزاز التنين الصينية